السلام عليكم الاخوان تحياتي لكم جميعا انا اخواتي اليوم انا كنت في واحد الحاجة سبور 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 شوفوا هناك غابة تحلل ضرب الطريق العجلي بعد عشرين كلهم يعطلون مهم مهم ودعب انا قلت 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 بحلقة وانا نرى فيديو المهداوي 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 يقول لك لا راوزي العادل دعاه وهبي دعاه وهبي لا اعرف شنو وهي غوات شوف اسمك وشنشو ما الديمقراطية عندكم مير تقود تقود تهاجمو الناس هم وش ديمقراطية عندك هي تهاجم مير الناس انتك تقول عندك دلائل وعندك وتتاهم عباد الله فانا اخسكت بيين البرهان دي بالدليل هذه الديمقراطية اللي كنعرف الديمقراطية ليست هاجم الديمقراطية ليست هاجم الديمقراطية ليست هاجم الديمقراطية كذلك فيها نجيني هو حس انه تضر بك يكون وزير العادل يكون وزير الخنونة مشغول ناش نحن السيد وزير انسان مواطن مغريبي هاجم يجب واحد لكلام دعاك لماذا انت خايف لماذا انت خايف لماذا انت خايف ولمشيتي تهجمت عليهم ولمشيتي تهمتي ومشي حاجة وهم ما فيهم من حقهم يدعيك القضاء ريك يفصل القضاء هو اللي كتكون عندنا كلمة الاول والاخيرة القضاء المغربي انت ذاك شيء اللي تقول على وهبي لماذا توقف قدام المحكامة وقدام القاضي بينه بينه يلا كن سبع وكنني لماذا توقف قدام القاضي والمحكامة بين هذك الدلائل اللي عندك انت اللي كتام السيد بغا الضادر يكون هو فاسد يكون ما فاسد ما شغولت احنا كنتكلموه من ناحية المبدأ هذه الديمقراطية الديمقراطية هي انك انت كتقول رائدك بحتيار عام بدون تطاول الى تطاول تركين المحكامو وكل قضاء السلام عليكم اتشليكي